وتتمنى وإعلان القاهرة مبادرة سياسية بتاعتكم ليبيا ليبيا من النشأة معا عندكم زي أردوغان أردوغان أول اتفاق عملوا عندكم بسبعة مليار دولار أردوغان عايز يحل مشاكله الاقتصادية والسياسية والبلاؤي اللي عنده على حساب الشعب الليبي طب انت بتبيع بلدك ليه ليه أردوغان هو انت جايب لمرتزقة ليه طب ما تعدوا مع بعض مصر قالت لكم بادا للمرة مليون مرة المجتمع الدولة قال لكم بادا للمرة ايش معنى انت مصر أردوغان يبقى موجود ليه مصر يبقى عنده قواعد عسكرية وما قلتش الكلام ده انه تدخل ده انت حبيبك أردوغان ده انت سعيد بأردوغان يعني انت سعيد بأردوغان الغاز التركي وزعله من مصر ينهر بيط الصراج وجماعته بيقولوا كده دلوقتي انه ده تدخل لا مش تدخل والله لو مصر عايزة تدخل بجد كان دخلت من سنوات كان يبقى تدخل النهاردة ودافع عن امن القومي بالقانون الدولي والشرعية الدولية ايوة هو انت طي ما تورين يا سيدي طب ما تقول ان احنا مع اللي اعلانوا الرئيس النهاردة واحنا في مكاننا في المنطقة الغربية ناحية مصراطة وقفنا ونقطة ونبدأ تفاوضات مفاوضات مع الاشقاء الرئيس قال لكم كده اطلاق النار وقفوا اطلاق النار واحنا تدخلنا عشان نحمي الشعب الليبي من الدماء هو مين اللي صفه في شعب الليبي مين اللي عمل مقابر جماعية غير حكومة الصراج مين اللي عمل مقابر جماعية غير الدواعش والإرهابين اللي جابهم أردوغان وأردوغان والقوات بتاعت أردوغان مين اللي عمل مصر مصر مش موجودة مصر ما رحتش مصر ما جاتش مصر قالت النهاردة الكلام لأنه هو الكلام النهاردة هم عارفين معنى خطاب الرئيس اليوم وعارفين انهم مش هيقدروا يتحركوا لهما ولا اردوغان مش هيقدروا لأنه التحذير النهاردة واضح لا للسراج وجماعته يقدروا يتحركوا ولا الميليشي اللي معهم يقدروا يتحركوا ولا اردوغان وانا بقولها ولا على الهواء بو اش كان بيتكلم كتير طب يلا وريني ما تروح سيرت ما تحرك ناحي سيرت ما تقول المرتزق بتاعك حركوا من ناحي سيرت مش مصر قالت لك كده النهاردة والقيادة السياسية المصرية الرئيس قال لك كده النهاردة خط أحمر طب ما تورونا الله مش قلتوا موجودين وبتقولوا احنا موجودين وخلاص وليبيا ونحرر كامل التراب الليبي مش قال كده أردوغان واللي معاه طب وريني أهي مصر النهاردة العين الحمراء آه مش العين الحمراء بس لا ده أنا بكلمك على قوات المسلحة المصرية الخط الأحمر اللي ترسم لك النهاردة طب عديه أو مش تعديه طب روح عشان تعديه أنا بقولك على هاوه مش بقولك عدي الخط وروح سيرت لا 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 أنا بقولك أنت النهاردة موجود في المنطقة اكس غرب سيرت على بعد مئة كيلو من غرب سيرت اتحرك خليهم تنزل